حبايبي نتمنى تكونوا كتير مناح لان الشهر اللي فات كان صعب عليكم كتير كانت الطاقة والكواكب ما مساعدكم عميشان تكونوا كتير مناح نتمنى هاي الشهر يعني ضاقف هاي الشهر يكون لصالحكم واتمنى لكم السعادة ان شاء الله اليوم رح نقرأ الطالق شمسي قمري لبرج الحم طالع لكم طاقتك الحالية طالعني يعني طاقتك الحالية هنتفكر اه بالاشياء المادية اكثر تفكيرك يعني طاقتك واهتمامك هلأ اه انك انك تكون مستقر ماديا وانك اه تكون مرتاح ماديا وبتستلنا فرصة يمكن فرصة عمل اه فرصة شغل هاي طاقتك الحالية حاليا حاليا انا شايفاتك يعني باري مضهرك باري مضهرك و ورايح يعني مصر انك تروح مصر انك تروح وتترك كل شي سيء كل شي سيء في حياتك بس ليش يا برج الحمل طالع طالع لي بانا اه هلأ فهمت انت انت في الطاقة الحالية حاليا يعني شو ساير معك بدك تفل تترك كل شي كل شي انهدم انهدم ورا دهرك تترك كل المشاكل اي شيء سيء مريت به اه بدك تترك ورا دهرك بدك اه تعيش مرتاح على عرشك اه تعيش بسلام بهدوء بعيدا عن المشاكل يعني بدك ترك كل شي وراك وتروح بدك تروح تروح بسرعة بسرعة يعني كبيرة وتروح كي تعمل الشغل تشتغل على شي لانك بدك تحقق اشياء مادية نفس الشيطة لنفطاقتك يعني بدك تحقق اشياء بدك تترك كل الاشياء السيئة اللي مريت فيها يا برج الحمل اه بدك تترك كل شي سيء ورا دهرك وتفل وتنطلق لحياة تنطلق لحياة جديدة اه لحياة فيها عمل يعني يعني تربح منها الشي فهمت عليه كمان في النص هاي الشهر رح تكون يعني لبق اكتر في الكلام رح تسحر الناس حواليك كل شي يعني رح ينظهروا بطريقة تفكيرك الجديدة اه بكل شي يعني بكل شي يعني رح تبهرهم طريقة تفكيرك طريقة طريقة كلامك يعني مثل الساحر ستسحرهم شايفتك بالليل؟ بالليل يعني بتبقى حازين كتير بتفكر عن الناس اللي قزيتك الناس اللي تكلمت وراك ورا دهرك بالسيء بتتذكر بالليل يعني بالليل بتعيت يعني بتبكي على الاشياء عن الاشياء اللي راحت على الاطلال زي ما بنقوله بس بدك توازن بس بدك توازن حياتك بدك تكون مكتفيداتيا يعني تطلع عن تطلع عن النور حياتك تزدهر اكتر ما هي هلأ بدك توصل لاشياء مادية يعني تفكيرك هلأ في الطاقة الحالية نصها الشهر مركز عني اكتر عن المادة مو عن العاطفة بدك ما تبقى معلق في علاقة ما يعني ما بدك تبقى معلق هلأ انت واقف على رجلك ما بد ما هلأ انت سرت واقف على رجلك يعني مش معلق هلأ وان شاء الله راح تحقق الغيل اللي انت بدك ياها راح تستعن نور شمس راح تستعن نور في حياتك يعني راح تفرح من قلبك زي البلبي صغير بس بس انت مصمم تترك كل شي مو وراء دهرك وتروح لحياة جديدة يعني مصر كتير يعني تروح وتترك كل شي وراء دهرك يعني انت هلأ ما بدك حب ما بدك حب ولا شي بدك يعني تترك كل شي اذاك وتفل بس كمان عندك رغبة انك تروح لحدا بكل قوة فيك وتقوله انت عملت فيني وعملت فيني وعملت فيني بس بانا بنسحك ما تعمل هيك لانه كل شي ما راح يكون الصالحة ما تعمل هيك يعني كل شي يعني لو رحت وقلت كل اللي في قلبك ما راح يكون الصالحة فهمت عليه راح اقول لك الطاقة الطاقات اللي موجودة طاقات ترابية ومائية وهوائية عنا برج الحوت برج السرطان وبرج الميزان هاي الابراج اللي طلعت معي في قراءتك هلأ راح نروح لالناس المرتبطين استنى لما اخد لك نصيحة نصيحتك تره الشهر برج برج الحمل برج الحمل برج الحمل نصيحة بتقول لك يعني انت لو كنت هلا في علاقة ثلاثية سواء كانت عندك او عندي الشريك راح تنكشف راح تنكشف وراح يصير العدل لو لو كان هيك يعني لا لازم لو كنت انت اللي في علاقة في علاقة ثلاثية راح تنكشف لحبيبك او العكس وحيكون كلام جارح شوي نروح نعرف طاقة طاقة الشريك مشاعر الشريك برج مشاعر الشريك برج الحمل مشاعر الشريك مشاعر الشريك مشاعر الشريك مشاعر الشريك مشاعر الشريك مسائح. طاقة الشريك. طاقة الحالية هو على في طاقة يعني صارم جدا معك. تعاملوا صارم. ممكن يعني بيقول لك كلام ما يأجبك. بيقول لك كلام بيزعلك بعض الاحيان. قاسي جدا بتعاملوا. هاي طاقة الحالية. مشاعروا. اول شي مشاعر حبيبك يعني مشاعر من اتجاهك يعني بيشوفك انت السعادة والهنة. وكل شي كل شي حلو. يعني بيشوفك الفرحة. بيشوفك كل شي حلو. لو كنتم متزعلين. هو ما بدو ولا اي حدا. بدو ياك انت يعني قاعدوا مستنيك. ما قاعدوا مستنيك انت. انت اللي ترجع يعني. وهو لو كنتم متزعلين. انا طلعت لي اكتر اكتر الطاقات اللي طلعتلي. طاقات منفصلين. اه يعني يبدو يجيك. على الحصان الابيض. يعني الفارس لاحلاميك يعني بدو يجيك على الحصان الابيض ويصالحك. ويقل لك خلاص. ويقدم لك كاس الحب. اه يعني بدو يجيك اكتر طاقات. انا بقول لك الطاقات اللي وصلتني. طاقات يعني بتاع المنفسدين. بس هو باطئ يعني باطئ شوي. هالفارس يعني بيكون باطئ شوي. لكن راح يجيك. راح يقل لك انا آسف. راح يجي قدم لك عرض. بس. الشي اللي ما حبيبته في هالقراءة يعني بيعني برج. برج الجدي. بس. هالانسان لسه لسه متعلق فيك. يعني لسه بيشوف فيك الاثارة. لسه بيشوف في كل شي يعني بيثيره موجود فيك انت. او انتي. اه. بس حاسس من ناحيتك انه انجاح منك كتير. او انطعن منك كتير او هذه قراءة عامة. يعني. بس بده بده يجي ويقدم لك كسي الحب. ومن كل اعماق بيتمنى انه انك تقبل هالعرض خايف انك ما تقبله. يعني خايف ما انك ما تقبله. وراح يكون لو كان فيكو لو كان منكم حبيب عامل لهم بلوك. رح يشيل البلوك. رح يجي ويحكي معاك ويقل لك كلم كتير كتير كتير. واحد يعني يعني نفس الكروت عم تتكرر. بده يقل لك كلام رح يسحرك. وهلأ في استشفاء. عم يستشفي من اشيء. يعني عاطل نفسه الراحة نفسية. وبقى مارد لك ايده. اه بفرصة تانية للرجوع. بطاقة يعني كتير حلوة بصراحة. يعني هالانسان بده يجي عندك ويقل لك. ام تصري يلا نرجع. يعني انا بحبك كتير ما قادر عيش بلاك. وهيك يعني. النصيحة هو بطيء شوي. بس. بس راح يجي. راح يجي ويحكي معك. النصيحة بنصيحك استنى. استنى هذا الشخص. هذا الشخص بيحبك كتير. استنى. ما ما تبدو في علاقة جديدة. يعني استنى هالشخص بيحبك. بيكل لك الحب. بس هو زعلان منك. زعلان منك. زعلان منك. يمكن لانك هلا انت بتفضل العمل. ما بتعطيه وقته الكافي. منشان هيك زعلان. بتمنع ان القراءة انتماشا معكم. خلولي في الكومنت سقولولي اه قصتكم. اه اعملوا سبسكرايب. يعني اشتراك. وفعلوا الجرس منشان يوصلكم كل جديد. بحبكم كتير كتير. لا لايك. اه شاركوا الفيديو مع اصحابكم. وبوسا كبيرة لكم.